موسيقى مرحبا بكم في الأجندة هذه الحلقة يمكن أن نعتبرها امتداد للحلقة الماضية التي كانت تعنوان نظرية المؤامرة جاءت هذه الحلقة من وحي المؤتمر الذي انعقد في نيويورك بخصوص اليمن قبل يومين مؤتمر اليمن الأزمة الإنسانية وفرص السلام نحاول إعادة ترتيب المشهد دائما باستمرار حتى لا نفكة الخيط الذي يدلنا على المخرج في الكهف المظلم الذي أدخلتنا فيه الثورة المضادة والغرب المضاد الغرب المضاد لطموحاتنا وأحلامنا بل وحقوقنا المشروعة على أرضنا فكونوا معنا قبل يومين من الآن انعقد في مدينة نيويورك الأمريكية مؤتمر دولي عن الأزمة في اليمن ناقش الأبعاد الإنسانية وفرص السلام كانت قد نظمته مؤسسة توكل كرمان بالشراكة مع جامعة أردهام طبعا ألقيت في المؤتمر كلمات ومداخلات لعدد من السياسيين والخبراء الدوليين منهم أربع من النساء الحائزات على جائزة نوبل والرئيس المنصف المرزوقي الرئيس التونس السابق ومع أن المؤتمر صمم أصلا لمناقشة الأزمة الإنسانية وفرص السلام إلا أنه لم يخلو من الحديث عن أسباب الحرب وتاريخها وكان مما لفت انتباهي كلمة الرئيس المنصف المرزوقي عن دور أمريكا والغرب في الثورة المضادة للربيع العربي لأن شهادة الرئيس المرزوقي ليست شهادة مثقف مطلع وحسب وإنما شهادة سياسي وصل إلى كمة السلم في السلطة داخل بلد يعني لما نقول مسؤول سياسي كبير فهذا يعني أنه شخص اطلع على ملفات وأسرار لا يطلع عليها عامة الناس ويعرف بالتحقيق ما يعرفه الآخرون بالظن ومن ثم فإن شهادته التاريخية لها حيثياتها ورئيس جمهورية لما يشهد شهادة تاريخية بيكون في حيثيات وفي لها كيمة وفي لها اعتبار مختلف ولهذا أحببت أن أجعلها مدخلا لهذه الحلقة الرئيس المرزوقي قال ما نعرفه جميعا وما ظللنا نقوله في هذا البرنامج طوال الوقت قال أن الغرب كان ظالعا في التآمر على الربيع العربي وبتعبير أدك كان ظالعا في التآمر على العرب ومستقبلهم لأن التآمر على الربيع هو تآمر على مستقبل العرب على المحاولة الأولى ربما وليس الأخيرة للدخول إلى المستقبل لكني أود أن أتوقف بالتحليل أمام المبرر الذي كدمه الغرب لهذا التآمر كما سمعناه من الرئيس المرزوقي هم معترفون بأنهم وقفوا مع الثورة المضادة لكن لديهم مبرر نحن نتوقف شوية أمام هذا المبرر الذي كدمته أمريكا وقدمه الغرب لدعم السيسي والثورة المضادة وفي المقدمة طبعا يعني أمريكا في المقدمة وقفت في هذه الثورة مع الثورة المضادة للربيع العربي وقالت إن الديمقراطية هكذا قالت كما قال المنصف المرزوق إن الديمقراطية جيدة لكن للغرب وليست جيدة للعرب لأن الديمقراطية في الوطن العربي عندهم تساوي الأسلمة ديمقراطية يعني إسلام أو إسلامي بمعنى أن الديمقراطية إذا طبقت في الوطن العربي سيصعد الإسلاميون إلى منصة الحكم طيب أين المشكلة؟ ما المشكلة في صعود الإسلاميين إلى منصة الحكم؟ ما دام الأمر سيمضي بالطرق الديمقراطية السلمية اليوم الإسلاميين وبعدهم العلمانيين وهكذا والأيام دول وكل أحد يثبت شدارة في الميدان والسلطة ستكشف عيوب الجميع كما يقال دعونا نستمع أولا إلى الإجابة الأمريكية ثم نتوقف عندها بالتحليل لكي نعرف هل هي إجابة حقيقية؟ خايفين من الإرهاب كما يقولون أم أنها إجابة تمويهية تخفي وراءها كلاما آخر لا يراد للناس أن يعرفوه هم يقولون أن الإسلام الإسلاميين إذا صعدوا سينتعش الإرهاب هل هذا كلام حقيقي وعلمي؟ حنشوف يقول الأمريكيون كما روى المنصف المرزوقي أن الأمريكان يزعمون أن وصول الإسلاميين إلى رأس السلطة في الوطن العربي سيشجع الجماعات الإرهابية ويغذيها نحن نتوقف أمام هذه الحجة هل هذه حجة مقنعة أو صحيحة؟ الإجابة طبعا واضحة واضحة عند محترفية السياسة والفكرة السياسية هذولا كلهم يعرفوها يعرفون أنها إجابة غير صحيحة هؤلاء يعرفون أنها إجابة دبلوماسية ماكرة وليست إجابة حقيقية لكن المشكلة أن مثل هذه الإجابات تقنع بعض العوام من الناس ومن في حكمهم أو في مثقفين أو نخب في حكم العوام لا فرق تلقى هذه الإجابات رواج عند هؤلاء لأسباب نكائية طبائنية عند المثقفين كلمة طبائنية كما يقولون في الإيمان من الطبان الطبيناة تدور لطبيناتها السمعة ولو بالكذب وهكذا عندنا بعض الخصوم الإسلاميين يدوروا الإسلاميين النكاية بهم والكذب عليهم فقط لمجرد النكاية وهكذا الصراع السياسي في الوطن العربي يشبه صراع الطبائن والكثير من خصوم الإسلاميين يفرحون بمثل هذه المبررات الغربية يقول لك نعم لو صعدوا سيصعد الإرهاب وهم عارفين أنهم بيكذبوا وهذا الكلام مش علمي لكنهم لا يدركون أن تصطيق مثل هذه المبررات سيتسبب في كارثة قومية هي كارثة تزييف الوعي العربي مثل ما تسبب الإسلاميون أنفسهم من قبل في تزييف العقل الإسلامي في كثير من البيانات الخاطئة وكثير من التعليلات والتسبيبات غير العلمية المحققة كلهم شاركوا في تزييف العقل العربي كل التيارات العربية للأسف لكننا الآن نحكم على الإجابة الأمريكية كيف نحكم أنها إجابة غير صحيحة وأن الغرب يتعمد الخدع نناكش الحقيقة التي يعرفها خبراء الاجتماع السياسي وتحدث بها الأمريكان أنفسهم طويلا من قبل سمعناها وقرأناها في كتبهم الحقيقة أن صعود الإسلاميين إلى الحكم في البلاد العربية سيؤدي إلى انحسار الظاهر الإرهابية وضعف الجماعات المتطرفة هذا حتى ما قاله الأمريكان في العقود الكريبة محللون الأمريكان كانوا يقولون هذا إذا صعد الإسلاميون المعتدلون إلى منصة الحكم الإسلام المتطرف سيتضاءل وسينحسر لأنه مع الجاش مبرر لأن الخطاب الإرهابي سيفقد بريكه مع وصول الإسلاميين إلى السلطة لأن حجة الإرهابيين التي يستميلون بها الشباب هي أن الغرب يتآمر على أوطاننا ولن يسمح لهذه الشعوب أن تكرر مصيرها بنفسها وأن الديمقراطية مجرد أكذوبة غربية في الوطن العربي ولن يسمح الغرب أبدا للشعوب العربية أن تمارس الديمقراطية الحقيقية ولن يسمحه للإسلاميين بالتغيير والغرب يدعم بقوة الأنظمة المستبدة الفاسدة التي تحكم هذه الشعوب هذا منطق الجماعات الإرهابية ومن ثم يرتبوا عليه الكلام التالي يقولون ومن ثم فليس هناك سوى طريق واحد هو أن نستعمل القوة ضد هذا الغرب الذي سد أمامنا كل الطرق طرق التغيير والنهوض على الأكل هذه الحجة كانت موجودة أيام الإرهاب الجيد إذا كسمنا الإرهاب إذا صح أنه كسمنا بين إرهاب جيد وإرهاب سيء مثل داعش الإرهابين اللي كانوا موجودين في الثمانينة يمكن أعقل شوية من داعش عموما مقدمات الحجة اللي بيطرحوها الإرهابين قوية المقدمات مش النتيجة موقف الغرب من ثورات الربيع العربي أكدها أكد هذه المقدمات تماما بل إن الغرب أصبح يعادي صراحة الأنظمة الديمقراطية في المنطقة مثل النظام التركي النظام التركي نظام ديمقراطي ومع ذلك العداوة الشديدة له مع أن المفروض أن الغرب مع الأنظمة الديمقراطية ومشجع للأنظمة الديمقراطية النظام التركي تركيا كانت في وضع ألمانية مستبدة يحكمها الجيش تحولت إلى ديمقراطية المفروض هذا يسعد الغربيين كما يقولون لكن العكس هو اللي حصل إذن الحكاية مش حكاية ديمقراطية حنشوف حكاية إيش يعني أصبح الآن الغرب يدعم صراحة النظمة القمعية تنظام السيسي ومحمد بن زايد ومحمد بن سلمان وبشار الأسد ويحارب النظام الديمقراطي التركي تعرف على طول أن وراء الأكامة ما وراءها أي أن مكدمات الحجة التي يطرحها الإرهابيون مقدمات صحيحة وأن كنا نختلف معهم بعد ذلك في النتيجة هم بيرتبوا عليه نتيجة خاطئة أنه لازم ندخل في معركة مسلحة مع الغرب وهذا كلام غير صحيح المقدمات تقول أن الغرب لن يسمح بقيام ديمقراطية حقيقية في الوطن العربي وهذا مش كلام المتطرفين فقط والإرهابيين هذا كلام العلمانيين العرب اللي هم راغبين في التغيير الليبراليون العرب أيضا يقولون ذلك وهذا الأمر أصبح بدهيا ولا يحتاج إلى نقاش لكن بقي علينا أن نكشف زيف الحجة التي يكدمها الأمريكان لتبرير هذا الموقف قلنا أن الغرب نفسه أو نفسه في دراسات عديدة صدرت قبل ثورات الربيع العربي في العقود السابقة كان يقول أن مشاركة الإسلاميين في السلطة سوف تضعف من قوة الخطاب المتطرف الإرهابي وهذا صحيح صحيح تماما لأن حجة الإرهاب ستضعف وحيظهر أن خطاب الإرهابيين خاطئ الغرب يسمح للإسلاميين بتداول السلطة مش مثل ما بيقوله الإرهابيين لكن منع الإسلاميين من الوصول إلى السلطة سيغذي خطاب الإرهاب ويؤكد صحته إذن فقول الأمريكان بعد الربيع العربي أن صعود الإسلاميين إلى السلطة سيؤدي إلى أسلمة المنطقة ويشجع على الإرهاب هو كلام أشبه بالقنبلة الدخانية التي تلقى لكي تموه على الحركة الحقيقية ما هو في الجيش ممكن تلقي القنبلة الدخانية هذا تكتيك علشان تتموه على حركتك هذا الكلام الأمريكي عبارة عن قنبلة الدخانية يشتوي غطبها على حاجة ثانية على حقيقة أخرى قبل أن نأتي إلى الحديث عن السبب الحقيقي وراء إجهاض الغرب للربيع العربي لا بد أن نضع أمام المشاهد المزيد من الدلائل المنطقية على أن هذه الحجة الغربية مجرد كنبلة الدخانية خداعية غرضها إخفاء الحقيقة كما قلت لكن قبل ذلك دعونا نستمع إلى كلمة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزقي في هذا الشأن بأنني كنت متفاجئ كبيرا حول الموقف الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنهم كانوا يقولون نحن بلدان ديمقراطية لدينا ناشطون على مستوى حقوق الإنسان وما إلى هناك أن نقول أن الديمقراطية تعني الأسلم ولكن نحن نقول لهم أن الديمقراطية مختلفة عن الأسلم فكان هناك حملة كبيرة ضد الديمقراطية وضد الربيع العربي طريقة التي يتعامل بها الغرب مع عبد الفتاح السيسي هو كان ديكتاتورا ربما هو ديكتاتور يعادل سوء بالشعر الأسد وهذا الرجل تمكن أولا من النجاح بعد الربيع العربي وتم إرسال رسالة إلى المصريين أنهم سيعودون إلى عصر أسوأ من عصر مبارك وكان عليهم دفع ثمن عالي إذا كان عليهم الثورة مرة أخرى ضد عبد الفتاح السيسي فتم إرسال رسالة من الغرب إلى الديمقراطيين مثلي أن ننسى الديمقراطية في بلداننا هم كانوا يقولون أن الديمقراطية هي جيدة لنا في بلادنا ولكنها ليست جيدة لكم في البلاد العربية لا تتوقع أي دعم من الغرب طبعا إحنا سلمنا للغرب وللموجة الدولية بوجود شيء اسمه الإرهاب إرهاب إسلامي منظم مع أن هذا تسرع مننا أن نسلمهم هكذا بالبساطة هذه لأن الظاهرة الإرهابية التي تسمى إرهاب هذه ظاهرة غير مفهومة غير مفهومة بشكل حقيقي حتى الآن نحن نسلم بوجود فكر ديني متطرف ونسلم بوجود إرهابيين متطرفين لكن فكرة التنظيمات الإرهابية فكرة التنظيمات الإرهابية المسلحة هذه لا نعرف كيف جاءت ولا من يكف وراءها تنظيمات هذه شغل معقد فما بالك لما تكون حركتها سهلة وعملها جبار لأن الأمر الواحد يشتيت وقف أمام هذه الحالة هناك الكثير من الحديث عن دور أجهزة المخابرات الدولية في صناعة داعش والظاهرة الإرهابية ونحن في اليمن نعرف كيف كان علي عبدالله صالح يحرك هذه الجماعات والأمريكان يعرفون وصرحوا به وبعض هؤلاء المتطرفون أو هؤلاء المتطرفين أنفسهم اعترفوا بعلاقتهم مع مخابرات علي عبدالله صالح في لقاءات تلفزيونية جبنا نموذج منها سابق والتكارير الدولية النفسها صرحت بأن النظام السابق كان له علاقة ما بالإرهاب ويدير جزء من هذه الظاهرة إذن ما المانع أن تكون الظاهرة الإرهابية برمتها صناعة مخابراتية دولية لتحقيق أغراض سياسية لا يوجد مانع لا يوجد أي مانع وإذا صح هذا الكلام فإنه الشبهة الشبهة ستدور حول من؟ حول أمريكا وإسرائيل وبريطانيا معهم تحديدا لماذا؟ لأنه أجهزاتهم الاستخباراتية بارعة في تصميم الظاهر احنا احتراما منا بين كلهم هم اللي صنعوا داعش لأنه نعرف ما قدراتهم على صناعة الظاهر وعلى صناعة المشكلات من وراء الستار هذا من ناحية مقتدرون وخبراء في صناعة كل الظاهر اللي يشتوها ومن ناحية الثانية لأنهم هم المستفيدون من وجود الظاهر الإرهابية كما سنعرف بعد قليل ولكي يكون كلامنا مدعم بالحجة والبرهان سنعرف عليكم عينة نموذجية لكيفية عمل أجهزة المخابرات في مجال الظاهر الإرهابية كيف يستثمروا في الإرهاب وكيف يشتغلوا في مجال الإرهاب المخابرات نفسها لكن هذه المرة من داخل جهاز عربي والجهاز العربية تقريبا كلها تشتغل في مجال الإرهاب سنعرض كلام أحد الضباط الجزائريين الذين كانوا يقومون بدور الإرهابيين المتدينين في تسعينيات القرن الماضي في العشرية السوداء كما يسمونها بعد فوز الإسلاميين في الجزائر في الانتخابات انقلب عليهم الجيش وبدأت تحدث مجازر يقتلون المواطنين المدنيين بقصة تشويه الإسلاميين الحركة الإسلامية الجزائرية التي فازت ديمقراطيا في الانتخابات أنذاك ورفض العسكر والغرب كله هذه النتيجة وأدخلوا الجزائر في موجة إرهاب وقتل استمرت حوالي عشر سنوات كما قلنا أطلق عليها العشرية السوداء الضابط اللي حنسمعه بيقول في لقاء تلفزيوني أنا حترجم لأنه كلامه ممكن صعب يقول ذات مرة يعني أنا وجماعتي وزملائي سكرنا شربنا الخمر سكرنا وانبسطنا وبعدين بعد شوية لبسنا اللحة المستعارة علشان يظهروا إسلاميين وتلفمنا وانطلقنا بالسيارة لقطع الطريق طريق أمام المدنيين يعني وبالفعل قال أوقفنا سيارتين وكان فيها مدنيين وأطلقنا عليهم الرصاص وقتلناهم جميعا في اليوم الثاني الصحف الوطنية خرجت تتكلم عن حادثة إرهابية حادثة إرهابية كم فيها مطاوعة كم فيها لحة ومع أنها صناعة مخابراتية هذا ضابط مخابرات طبعا كما قلت أنا حاولت ترجم كلامه لأنه ربما لا يكون مفهوم اللهجة الجزائرية في المقطع تعالوا نستمع إليه أعطيني عملية مذبحة لمدنيين أنت كنت حارس تشاهد أو كنت تساعد في تمويها أطلت مارس سبعة وتسعين سبعة مدنيين قتلوا رميا بالرصاص في زيرالدة في الطريق السريع على جانب الطريق السريع سبعة مدنيين قتلوا في الطريق السريع في زيرالدة طب لماذا قتلوا مدنيين هكذا؟ أنت كنت ماذا تفعل هناك؟ أنا كنت معهم مع القتل أنا كنت معهم هل كانوا ملثمين؟ كانوا أولا ذهبنا إلى حانة في حسن داعي وسكرتم هناك حتى الثمالة وأنت منهم طبعا نعم أنا أقول التاريخ يعني واحد نعم 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 وبعدين قروا وقالوا يلا يلا نمشي أنا أنا ما كنت هالعين بالله راح ندير يعني زي ما قلت من قبل مرات يتكلموا يقولوا راح نديروا مرات آخر لحظة ومشينا ونحاوا كل شيء ولثموا آآ كانوا يا ثلاثمون كانت اللحاء موجودة في السيارة نعم كانت عندهم أشياء في السيارة دايمن أجهزة في السيارات كان أشياء لحية؟ لا كل كل شيء بناطيل قصيرة كل شيء كل شيء قمصان وأمرات هذا كلام دقيق دقيق للتاريخ هذا دقول للتاريخ طبعا من يشاهدهم يقول هؤلاء إسلاميون هذه صارت أمام أعيني يعني مش وحد قال هالي ولا ثم خرجوا من سيارة خرجوا السيارة وحبسوا السيارتين خرجوا الناس وطلقوا رأساس عليهم ولا سبب ولا سبب هل تعرف أحد القتلى؟ لا ماذا قيل حينها حول هؤلاء تذكر أنت في الإعلام؟ في الغد خرجت الصحف الوطنية والصحف الحكومية عملية إرهابية في زلالدة ذهب ضحيتها سبعة مدنيين الخلاصة من هذا الكلام هي أن الظاهرة الإرهابية كما يقدمها لنا الإعلام الغربي وحليفه العربي يعني تبدو غير مفهومة وفيها ألغاز كثيرة وهناك قراء عديدة كثيرة تدل على أنها مصنوعة صناعة مخابراتية صناعة مخابراتية يعني يعني يتم توجيهها عن بعد ممكن يزرعوا ضابط واحد بس وسط الإرهابيين المتطرفين الحقيقيين يعني يوجههم وطرق التوجيه كثيرة جدا اللي مش عارف كيف يدخل يدرس عن المخابرات وطرق توجيه أو هو بيفهم كيف ممكن يصنع ظاهرة إرهابية وعلى اليمنيين أن يراجعوا ذاكرتهم ويرجعوا لمأساة العرضي على سبيل المثال يعني يناكشوها مع أنفسهم بمنطق علمي تحليلي هل كان ممكن حادثة العرضي هذه تقع هكذا بهذه الإمكانيات وبهذه القدرة حيكتشفوا أن في الأمر إن وكأن ولكن وكل حروف الاستفهام والجر حيعرفوا من وراها لأنه كان هدفها واضح كان هدفها واضح ومن ثم فإن من حقنا أن نشك في كل المبررات التي تطرحها أمريكا والغرب عن مخاوفهم من ظاهرات الإرهاب ونحن نعلم تماماً أن تخوفهم من صعود الإسلاميين ليس له علاقة بالخوف من الإرهاب بل من شيء آخر شيء آخر يمكن أن نفهم فحواه من كلام الصحفية الهولندية التي سنسمعها بعد قليل هذه الصحفية كانت في مصر كانت موجودة أيام أحداث رابعة في القاهرة ولأنها كذبت الرواية الرسمية للنظام المصري نظام السيسي حول ما جرى في رابعة حكم عليها النظام المصري بعشر سنوات سجن بتهمت جلوسها مع مدير كناة الجزيرة في يمكن في القاهرة العجيب هو ما جرى بعد ذلك الصحفية هولندية لجأت إلى بلدها إلى الرئيس الوزراء الهولندي هولندا مملكة اللي بيحكم هناك هو الرئيس الوزراء لجأت إلى رئيس الوزراء هولندا تستنجد به من الحكم الجائر ماذا أجابها رئيس حكومة هولندا؟ إجابة عجيبة قال لها اسمعي أنت تشوفي للشغل ثاني غير الصحافة وبطلي الكلام عن النصر والسيسي لأن السيسي هذا جيد لإسرائيل جيد لإسرائيل مفيد لإسرائيل هذا ما رواته الصحافية الهولندية رينا نتشيس تعالوا نستمعي لها ثمانعوند أنت تشوف؟ بإنصبه أعصبه أعزي emerging من المثال لأنه أعققق الأكثر أبدا أنت بحك شيئًا سيسيا أما فما الآن مفيد لإسرائيل أنت تشوفه أنت تشوفه رئيسي نعم والثورة المضادة جيدة لإسرائيل وإسرائيل جيدة للغرب طبعا هذه هي القضية لا إرهاب ولا كباب ولا أفلام هندي سواء رضينا عن الإسلاميين أو كرهناهم مدحناهم أو شتمناهم هناك حقيقة واحدة لا ينكرها إلا مغالط هي أن الغرب يخشى الإسلاميين لأن لديهم توجهات استقلالية تهدد مصالح الغرب غير المشروعة في المنطقة العربية والغربح سيكف من أي جماعة لديها مشروع استقلالي نفس الموقف أمريكا وبريطانيا ودول الاستعبار الكديم لم تغادر المنطقة العربية إلا شكليا بس الاستعمار باكي في الوطن العربي عبر وكلائه وكلائه المحليين الذين يحمون مصالحه في مقابل البقاء على كراسيهم والربيع العربي كشفها كشف أن الاستعمار مازال موجود خصوم الإسلاميين من العرب يعرفون هذه الحقيقة يعرفون أن الغرب يرفض الإسلاميين لأنهم يهددون مصالحه وليس لأنهم إرهابيين بدليل أن أمريكا إلى الآن لم تصنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلى الآن ويمكن بريطانيا أيضاً ما صنفتها ويمكن الغرب كله مش عارف كم دولة اللي صنفت الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية يمكن دولة والذينتين بالكثير لا أستحضر الآن معلومات لكن أمريكا لم تصنفهم إلى الآن كجماعة إرهابية لأنهم عارفون ما همش إرهابية ولو صنفتها كجماعة إرهابية ستكون حجتها ضعيفة غير مقنعة للجمهور الأمريكي نفسها وأمريكا حريصة أمريكا حريصة على أن تكون حجتها مقنعة للداخل الأمريكي على الأقل كد يتساءل البعض ما هي مصالح الغرب في الوطن العربي اللي دوشتنا عليها ما هي مصالح الغرب في الوطن العربي الجواب لا يحتاج إلى ذكاء هناك مصالح وهناك مخاوف لدى الغرب مخاوف ومصالح من المشاريع العربية الاستقلالية بعض هذه المصالح تتمثل في الثروات الطبيعية وفي البكاء على حدود روسيا والصين والاتحاد السوفيتي من قبل هذا من المصالح من المخاوف الغرب يخاف ظهور من ظهور تكتل دولي عربي أو إسلامي يغير موازين القوى الدولية ومصالح القوى الدولية الحالية قلنا مرارا لو ظهر تكتل عربي متماسك أو تكتل إسلامي بكيادة تركيا أو إيران أو مصر أو أي دولة إسلامية لو ظهر هذا التكتل في المنطقة ستظهر قوة عالمية جديدة على حساب القوى الكديمة على حساب المصالح الغربية على حساب مصالح الصين على حساب مصالح روسيا والكل لا يريد ذلك قلت إن الغرب يفكر دائما بطريقة استراتيجية بعيدة المدى ويعمل حساب كل احتمال ممكن حتى الاحتمالات اللي بيشوف نحن بعيدة بيعمل حسابها ومن الاحتمالات الممكنة التي تأكدت في السنوات الأخيرة احتمال عودة تركيا القوية لممارسة دورها في المنطقة العربية على حساب المصالح الغربية أنتوا تابعوا المشهد بس ستكتشفون أن كل ما يدور يراد به تحجيم تركيا والسيطرة على المنطقة طبعا ما هو كله زي بعضه وكل هذا الغموض الذي والتناقض الذي نلاحظه في المشهد السوري تحديدا سببه الحقيقي هو الرغبة الأمريكية الغربية في توريد تركيا أو في عزلها على الأكل عزلها عن المحيط العربي طبعا كان الغرب قد صنع إسرائيل لأكثر من هدف من بينها فصل الدول العربية في آسيا عن الدول العربية في أفريقيا لأن إسرائيل تكف في هذا المنطقة الفاصلة بين أفريقيا وأسيا ومن بينها أيضا من بين الأغراض لوجود إسرائيل هنا في هذه المنطقة فصل تركيا عن التواصل مع المثلث الذهبي الإسلامي كما يسمونه في الغرب ما هو المثلث الذهبي؟ مثلث تركيا إيران مصر هذا هو المثلث الذهبي الإسلامي الذي لو تحد أو ترابط مشكلة كبيرة بالنسبة للغرب ولذلك حطوا إسرائيل في المنطقة هذه أيضا لفصل هذا المثلث الذهبي حتى لا يكون مترابط ومتماسك ومتصل لكن لما وجدوا أن إسرائيل لا تكفي يحاولون الآن إتامة كيان كردي معادي للعرب من ناحية ولتركيا من ناحية أخرى في جنوب تركيا يعني حاجز فاصل لتركيا عن المنطقة العربية وعن إيران وهذا الهدف هو السر السر وراء ارتباك مسؤول الدفاع والمخابرات الأمريكية مسؤولية للدفاع والمخابرات الأمريكانية في الاستجواب الشهير اللي شفناه في الكونجرس الأمريكي قبل فترة أمام السيناتور ليندي جراهام كان السيناتور جراهام يوجه أسئلة دقيقة وضاغطة على وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان الأمريكي بخصوص موقفهم من نظام الأسد في سوريا وكانت إجابتهم مرتبكة مثل ما حنشوف إجابة مرتبكة تماما لأنهم ليش مرتبكين لا يريدون أن يصرحوا أمام وسائل الإعلام بالهدف الحقيقي لوجودهم في سوريا هم أعلنوا عن هدف معلن وهو بيحاسبهم على الهدف المعلن وهم بيرتبكوا يترددوا مش عارفين أي شي يقولوا أمام الإعلام مش كادرين يقولوا لا إحنا معنا هدف ثاني غير اللي أعلنناه تعالوا نتأمل هذا المشهد التاريخي ثم نعود للتعليق We'll see if I've got this right We're going to train people inside of Syria to fight ISIL rather than training them outside of Syria equip them inside and train them inside right new strategy Yes that's where they are Okay so you know count me in for trying to help Do we still want to replace the side Absolutely Is that a goal of ours موسيقى I'm not confident that Russia is effective in doing that. I'm a million percent with you. Are we going to supply air support for the people we train to fight ISIL? We are, Senator. Do those same people want to take a side down? The ones that we are supporting right now are focused on ISIL, Senator. Do they have a goal to take a side down? Senator, I don't know. What do you mean you don't know? Well, the ones we're supporting, I don't know because... Don't you think most people in Syria want two things? ان nope ان تكون جواWow ان تخينها إسلام وجود الرئيسية اور المصاحبة جقاaspان رائعها انه ان ذلك soak escrever لا انها تاتجه انسان سياسات سياسات سيل إحران قم بشده سيله يا لا انطر懂 سيل جون السياسات تنترى أحد أنهم في الحياة أين pra Україن اننا لم يجرؤ ما نريد قدرة المقبل gu兩個 المقبل أمر مقرحi الشعر العلبة في المغرنة ما هي أحديتها مغرنة أنت توقيت عخام الشعر العلبة توقيت عخام هل توقيت عخام معها شعر العلبة وحسب العلبة او التنظيم إسل, but they're intent on destroying Assad because he's killed 250,000 of them. And here's the question for this committee. How do we leverage Assad leaving when Russia's going to fight for him, Iran's going to fight for him, Hezbollah's fight for him, and we're not going to do a damn thing to help people take him down. And y'all both know that. So when Kerry goes over to Geneva, he is turning over Syria to the Russians and to the Iranians. Heemen عن الوطن العربي. ولا تريد لأحد أن يهدد هذه الهيبنة. ما هو جلزة في الكونغرس الأمريكي عن التدخل في المنطقة العربية. ما معناها؟ وهذا هو سر خوفهم من مشاريع الديمقراطية في الوطن العربي. وسر دعمهم للأنظمة المستبدة التي تقوم بالنيابة عنهم في كل شيء. وبيقول لك. معنا وكلاء بيقدموا لنا كل الخدمات. ليش نروح احنا نحتلب أنفسنا. ونكلف أنفسنا ونخسر ونتعب. النظام الإماراتي اليوم يقدم نفسه على أنه وكيل أمريكا والغرب في المنطقة. بحاول يقدم نفسه هكذا. قادر على أن يكون وكيل جيد. ولأجل هذه الوكالة يتيحون له التصرف في مصير المنطقة بكلها. مصير الشعوب المنطقة ومقدراتها. كيفما يشاء. مع أن هذا الغرب نفسه كان قبل عشرين سنة جمع العالم كله لمحاربة صدام عسيد. لأنه غزى الكويت. بس لأنه غزى الكويت. اليوم الإمارات تغزو الجزر اليمنية والسواحل اليمنية وتكسم اليمن وتزرع فيه الفتن وتعيق قيام دولته وتنهب خيراته وتعبث بشعوب المنطقة كلها. ولا نرى من الغرب إلا التأييد والمباركة. ليس فقط مباركة الحكومات الغربية بل ومباركة البابا نفسه. البابا نفسه كلف خاطره وراح يزور أبو ظبي ويقدم شهادة شهادة زور لنظام كمعي بيعتقل الناس ويستنهم ويعذبهم أشد أنواع العذاب في السجونة في أبو ظبي وفي غيرها من المناطق في العالم يروح البابا بنفسه ينظف سمعة هذا النظام لماذا؟ لأنه يخدم المصالح الغربية فقط لا غير. خلوه ينكلب على المصالح الغربية وحتشوفه كيف. لا بابا ورا ماما. يعني ربما قال البعض يعني هذا الكلام كله مفهوم ومعلوم بنسمعه كل يوم. لكن أين الحل؟ ما الحل؟ ماذا نفعل؟ وكما أقول دائما حل المشكلات يبدأ بفهمها. وهكذا فهمنا المشكلة. وباقي أن نصنع لأنفسنا استراتيجية عربية. أني بطل الشغل الأحادي هذا المنفرد. استراتيجية عربية لمواجهة هذه المخططات التي تريد إبقاءنا في دائرة التخلف والضعف والتبعية. ومش شرطا الاستراتيجية هذه تكون تضعها الحكومات. بلاها الحكومات. خلونا ننساها. استراتيجية تضعها الشعوب نفسها. عندنا نخب. عندنا ناس بيقرأ أو بيتعلموا طوال العام. طوال حياتهم. هذه النخب اللي بالآلاف في الوطن العربي. تفكر في كيف تجتمع وتسوي استراتيجية عربية. تضعها النخب نفسها من خلال عبر وسائلها المتاح. من معالم هذه الاستراتيجية خطاب واضح وقوي ومركز للشعوب الغربية. لازم نخاطب هذه الشعوب. لأنه ما زال فيها خير. الشعوب الغربية ليست مشابهة للأنظمة الغربية. الأنظمة الغربية عندها مصالح وأجندة غير شريفة. والشعوب ليست بالضرورة متفقة معها. لازم يكون خطابنا يدين حكومات هذه الشعوب. الحكومات المتواطئة مع الاستبداد في الوطن العربي. هذه الإدارات الغربية نزاعل للسيطرة على مصائرنا ومقدراتنا. خطاب نوجها للشعوب الغربية يفضح لوبيات الإدارات الغربية. ويحملها مسؤولية ما يحدث في العالم من كلاكل وحروب وهجرة وإرهاب. ويحملها مسؤولية تحويل الشرق الأوسط إلى بؤرة زلازل دولية. ينبغي أن نستثمر إيمان المجتمعات الغربية بحقوق الإنسان وميلها للسلام. يعني باختصار علينا أن نكسب شعوب العالم الغربي إلى صفنا. من خلال خطاب علمي مركز مدروس مدعم بالحجة الواضحة. على أن لدينا أنظمة فيها نذالة كبيرة جدا وعلى نذالة الإدارات السياسية لديهم. وأن سياسات هذه الحكومات ستجني على الشعوب الغربية نفسها في نهاية المطاف. هذا معلم من معالم الخطة الاستراتيجية اللي ينبغي أن تكون لدينا استراتيجيتنا. ومن معالم الاستراتيجية أيضا أن نبدأ التفكير في صناعة بدائل. بدائل للمؤسسات القومية العربية المختطفة بيد الحكام والمستبدين. لماذا لا نبدأ التفكير في العمل من إيجاد جامعة عربية جديدة للشعوب العربية. ليس للحكام العرب. الجامعة العربية هذه حق الحكام. نتركها لهم. لماذا لا نبتكر آليات جديدة لمواجهة المخاطر الجديدة والقديمة بجامعة عربية جديدة الشعبية. على مفكرين وباحثين وأذكياء القوم فينا أن يجتمعوا على كلمة السواء. على الأكل هي كلمة الديمقراطية. لأن ما فيش غيرها يمكن أن نجتمع عليه. الديمقراطية لا غيرها. ويأجلوا شوية خلافاتهم. المهم نحن بحاجة إلى استراتيجية نحصل بواسطتها على تعاطف شعوب العالم ضد تواطئ المؤسسات الغربية السياسية ضدنا. ودعمها لوكلائها المستبدين في المنطقة العربية. واستراتيجية تحشد الطاقات العربية طاقات الشعوب وتوجهها في سبيل التغيير. إما في سبيل تقويض هذه الحكومات المستبدة الأنظمة الفاشلة المستبدة أو في سبيل تغييرها بهدوء عبر مراحل طويلة. المهم لازم يكون لدينا استراتيجية واضحة وسيجدون من يمد لهم يد العون. النخب العربية ستجد من يمد ليد العون في هذا العالم. مهما كان الاستبداد قوي في الظاهر لكنه في الحقيقة هش. يسقط معه أول زلزل. النظم التي لا تقوم على العدل. والحق هي عبارة عن أقدام واكفة في الرمال المتحركة. الشعوب عبارة عن رمال متحركة ممكن تبتلع هذه الأقدام بسهولة. الصورة واضحة. إذا كان الهدف واضح والغاية واضحة. الآليات والوسائل ستكون سهلة وواضحة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة